وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا بسمي عماد المغربل من سوريا أمري 23 سنة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فلا فليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ما شاء الله تبارك الله حياك الله سيد عماد ما شاء الله قراءة رائعة متقنة أداء جيد وواضح تماما أنك قد جلست على ركبك وجثوت بين يدي العلماء فتلقيت القرآن الكريم عن متقنين فجزى الله خيرا أستاذك الذي علمك وجزى الله خيرا أستاذك الذي لقنك والذي حفظت عليه القرآن أو الذي تلقيت عليه التجويد واضح هناك فرق واضح تماما بمجرد أن يقرأ الإنسان والاستعاذة تشعر بالفرق بين قراءته وبين قراءة من لم يتلقى عن الشيوخ المتقنين فإذن ما شاء الله تبارك الله أحث جميع إخواني وجميع من يستمع ويشاهدنا أحثهم على القراءة على الشيوخ فإن القراءة على الشيوخ لها أهميتها ولها مقامها ولها مكانتها فهناك فرق كبير جدا بين من يتلقى على الشيخ وبين من يقرأ وحده أو يجتهد على نفسه فيتعلم من الأشرطة ومن التسجيلات ولذا فإن من يجلس بين يدي الشيخ فيقوم الشيخ بتلقينه القرآن كأنه مدرب فيقول له فخم هنا ورقق هنا واستعد هنا ولا تبالغ هنا ومد هنا فما شاء الله تبارك الله فإذا الموازين والحروف والقراءة كانت عندك قراءة ما شاء الله تبارك الله أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك فتوح العارفين لكن هناك ملاحظات تكميلية لا بد منها بارك الله فيكم طيب من هذه الملاحظات أن الراء وهذه ملاحظة إيجابية الراء بشكل عام ممتاز عندك وخاصة عندما تتحرك يعني راء ربنا راء في حركتها ممتازة ولكن فقط عندما شددت صار فيها قليل من المبالغة قليل المبالغة ما هو أنك ضممت الشفتين قليلا عند الرجيم الر أخرجت صوتا بعد الراء تمام فعندنا الر 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 تمام أنا أبالغ قليلا حتى يعني ينتبه الإخوة والأخوات إلى أهمية نطق الراء الراء هي أحد الحروف التي تميز القارئة من غيره القارئة المجيد فأر تمام فأنت شوي الراء المشدد تطلعت معك أر وجيم أر شوي جاءت عندك يعني إشمام أو تفخيم أو ضمج الشفتين بعد الراء فهذا ينبغ علينا أن نتنبه عليه لكن ما شاء الله بقيت الراءات المفتوحات يعني ما شاء الله عليك كانت ممتازة جدا طيب بالنسبة نداء خفية احذر من هز المدود هز المدود أو تمويج المدود هذا حذرنا منه كثيرا الألفات يا إخوة تأتي من صب صب واحدا هكذا صوتا واحدا لا ينبغي أن يكون هناك تموج في الألف فلا ينبغي أن يقول نداء خفية تمام أو أولا 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 جدا 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 وغير مقبول أبدا يعني عندما يأتي مثلا شخص يقول وَلَا وَلَا فِي كَافْ هَا يَا عَيْنْ صَدْ وهكذا هذه الحروف معروف لديكم أن بعضها يعني لا يمد مثل كلمة ألف وبعضها يمد حركتين وهي حي طهر وبعضها يمد ست حركات وهي نقص عسلكم أو كان الشيخ يقول زاد عسلكم يعني أو كم عسل نقص العين فقط فيها وجهان وفي عين الوجهان والطول فضلة عين يجوز فيها أربع حركات ويجوز فيها ست حركات أربع حركات وست حركات لأنها تشبه تشبه اللين تشبه عين تمام فهذه يجوز فيها أربع حركات ويجوز فيها ست حركات هناك ملاحظة هنا على أخينا عماد وهو أنه أطال مدة الغنة بين نون عين وبين الصد المفترض نحن إيش نسوي نقول يعني كاف ها يا عين صاد هون بين النون وبين الصد يعني المدة هنا طولها زيادة الأخونا الشيخ عماد فانتبه هنا في المد فعين أربع حركات أو عين عندما نصل للإخفاء حركتين تقريبا طبعا الحركتين تقريبية هذه التحديد بالحركتين ليس دقيقا ولكن يعني هكذا تقريبي بشكل تقريبي فإذن لا نطول في الإخفاء لا نطول في الإخفاء هذه نقطة يعني مهمة جدا أو لا نحن في الإخفاء أيضا بعضهم يقول مثلا عين صاد أو يجعل كلها بإخفاء عين صاد كمان هذا خطأ إذن انتبهتوا لابد أن يكون هناك عندي مد أولا وهذا المد يكون صافيا بدون غنة لاحظوا كيف انتبهوا هكذا عين ما في غنة عين صاد عين رأيتم كيف أولا الصوت بدون غنة بعدين في آخره يأتي غنة هذا الغنة التي في الأخير لا نطيلها لأنه هي عبارة عن نون ساكنة بعدها صاد والصاد من حرف الإخفاء من حرف صف ذاثنا كم جادة شخصون قد سمى إذن علينا أن نخفيها هكذا بكل بساطة طيب ننتقل إلى ملاحظة أخرى أيضا وهي ملاحظة تتعلق في الوقف فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث طبعا هنا كونها رأس آية يجوز الوقف عليها إن كانت رأس آية نعم أو كونه في عندنا رقم آية يعني رأس آية يعني رقم آية فيجوز الوقف عليها ولكن الوصل هنا لأنه يرثني تابع لي الآية التي قبلها لأنه فهب لي طلب ويرثني جواب الطلب فالوصل يعني أيضا مستساغ ولا بأس بذلك لكن كونه رأس آية يجوز الوقف على رأس الآية وهذا وقف حسن إن شاء الله كلمة من قبل قب 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 الباء فخمت معك يا شيخ عيمات قاب قاب القاف مفخمة من قاب قاب تمام الباء رقيقة فعليك أن تنتبه إلى رقة الباء فإن رقة الباء من حسن الأداء وحسن التلاوة سوية وأيضا مثلا وليا فكان يخرج في الياء أو في الألف أو في آخرها أحيانا وليس كل القراءة كان معك أحيانا كان يخرج همس وليا سوية سوية هكذا يبدو لي كان قليلا جدا لا يكاد يذكر ربما يعني بقية الألفات كانت ممتازة ولكن واحدة منها ربما سوية أو آخر واحدة منها بسبب انقطاع النفس هكذا فنستغل الفرصة ونؤكد على للإخوة جميعا أن كلمة سوية يا وليس سوية يا لا نخرج هاء في آخر الألفات وأنت لم تخرج هاء طبعا ولكن واحدة منهن هكذا يعني شيء خفيف جدا بالعموم أثني على قراءتك ثناء جيدا وما شاء الله عليك بارك الله فيك يا سيد عماد أسأل الله عز وجل أن أراك جامعا للقراءات ومتقلا لها بإذن الله تعالى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا تَرْتِيلَا تَرْتِيلَا